المتبادل في إعادة الأشخاص المحكم عليهم إلى بلدانهم لتنفيذ العقوبات الصادرة في حقهم وقد أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة أن التوقيع على هذه الاتفاقية يعد خطوة جديدة ومهمة مؤكدا أن العلاقات بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية تسير بخطة ثابتة نحو الأفضل على كافة المستويات وذلك بفضل الرغبة المشتركة في تطوير مختلف مجالات التعاون بينهما بما يلبي طموحاتهما ويعزز مصالحهما ويزيد من التنسيق والتفاهم حيال القضايا المختلفة في إطار الزيارة الرسمية لمعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية لروسيا الاتحادية الصديقة قام معالي بزيارة جامع موسكو الكبيرة حيث كان في استقبال معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة فضيلة الشيخ دامير جزا تولين خليلوفيتش نائب رئيس الإدارة الروحية لمسلم روسيا الأوروبية هذا وقد أشهد معالي وزير الخارجية بحرص روسيا الاتحادية على افتتاح هذا الجامع والذي يعكس روح التسامح والتعايش والانفتاح على دول العالم والاحترام المتبادل بين كافة الأديان مشيرا معاليه لأن روسيا الاتحادية تقوم بدور مهم في تعزيز السلام العالمي والتواصل مع العالم الإسلامي في ظل شراكات متعددة في المجال السياسي والاقتصادية وغيرها من المجالات وقد اطلع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة على الجامع وأقسامه ومرافقه واستمع لشرح عن تاريخ بنائه والتصاميم المعمارية التي تضمنها من جنبه أعرب فضيلة الشيخ دامير جزا تولين خليلوفيتش عن اعتزازه وتقديره للعلاقات البحرينية الروسية المتميزة متلمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار